مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين طالب في دورته غير العادية بضرورة الوقف الفوري لجميع الاشتباكات المسلحة في السودان حقنا للدماء وحفاظا على مقدرات الشعب السوداني وأكد المجلس أهمية العودة السريعة للمسار السلمي لحل الأزمة والتأسيس لمرحلة جديدة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي وحذر المجلس من خطورة التصعيد العنيف وما يصاحب ذلك من تدعيات خطيرة يصعب تحديد نطاقها الداخلي داخليا وإقليبيا وقد قال مندوب السودان في جامعة الدول العربية خلال اجتماعي مجلس الجامعة قال إن ما يحدث في بلاده شأن داخلي وأكد على ضرورة ترك الأمور للسودانيين الآن التأكيد على إن ما يحدث في السودان شأن داخلي غير إن جهود الدول العربية الشغيغة مطلوبة للمساعدة في تهديئة الأحوال بالبلاد نطلب من هذا الاتماع التأكيد على هذا الأمر والتوصية بترك الأمر للسودانيين لإنجاز التسوية فيما بينهم بعيدا عن التدخلات الدولية هذه التوصية مهمة لأن المنظومة الدولية ستأخذ بها في حال اتخاذ أي مواغف حيال الأحداث الجارية حاليا في السودان وقد قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية سفير حسن زكي إن مجلس جامعة الدول العربية قرر البقاء في حالة عقاد دائمة ومستمرة لمتابعة تطورات الأوضاع في السودان لفتا إلى أن الأولوية تتمثل في مساعدة السودان على استعادة الهدوء والعودة مجددا إلى المسار السياسي هو منهج متدرج تبناه المجلس اعتبارا من جلسة اليوم وهو قرر أن يبقى في حالة عقاد دائم ومستمر لمتابعة التطورات بمعنى أنه يمكن أن ينعاخد في أي لحظة وأن يتخذ أي قرار أو إجراء أو أي شيء من هذا النوع لمساعدة الإخوة في السودان على استعادة الهدوء والاستقرار والعودة إلى المسار السياسي والسلمي الذي كانوا بصدده قبل اندلاع هذه المواجهات